انعام حقيقة بنصدر برسيمنا صحيح يعني دي متخلفة جدا مش في الضبط لكن برضو نحن عندنا اخطاء تانية ادارية تمارس من ضمن ذكرتها لاستاذ نماثق قبل شوية نعم انت لكن عندك كلام عبك السودان بالتحديد بالضبط انا انا عاوز بس اقول حاجة بسيطة في الخام بتاعنا ده يعني انا عاوز اضرب مثال بالصمغ العربي الصمغ العربي ده مادة عزيزة جدا وبتدخل يعني في منتجات ذات قيمة كبيرة جدا يعني في الادوية في مستحضرات التجميل في الاغذية كمكمل غذاء وغذاء كمان بالضبط فانحنا ما ازلنا بنصدر اما صمخ خام او صمخ مدروش مدروش يعني انه لو عملنا وانحنا في شكل بدرة الرزازية القيمة بتحتها بترتفع ارتفاع كبير جدا موكد فده مثال المشاكل الصادر الاخرى اه الان في مشاكل ادارية اولا داخلية ايوان كما يلي الرسوم والضرائب اللي تكون موجودة رفعت الغيمة بتاعت المنتج خلته غالي ما يقدر ينافس نعم نعم والقضية الثانية ما بين بنك السودان ووزارة التجارة ويستخدام الفارم ام بتاعت الصادر ده يعني المزألة ده معقدة عمليات التصدير بصورة كبيرة هذا تحديدا بك السودان وعدم اعادة عوائض الصادر انه يبيعوا وما يجبوا ايه بالضبط يعني المصدرين اه يصدروا الحاجة وما يرجعوا العايد بالعملة الاجنبية لكن ده ممكن تشكل عاقبة كبيرة جدا يعني احنا كنا بنطلب خطابة احتماد يعني يعني بنك السودان بيقول اول حاجة تتخطي الجروش حتى بعدها تطلع السلعة نعم الدفع قبل التصدير يعني بالضبط كده ممكن طبعا وحاجه شوف شوف حاجة ثانية اضمن بها اه يعني اه فالاحتمادات البنكية دي يعني لابد ان بنك السودان ينظر لها خصوصا في ظل الان الحجم الكبير من الامتاج الموجودة نعم عشان الحكاية دي ما مطعب طلين الصادر وما تضرب السوق المحلي نعم نعم لانه السلعة دي كان قاعدة داخلية نتعارى حتهبط حتهبطوا والانتاء والحفاظ ذاته ناسح يخلوا العيش في سنبل ولا يحصدوا صحيح نعم ثاني من اشياء دكتور عادل فانحنا بالناشد يعني انه بنك السوداني سهل المزالة دي البنوك التجارية نفسها هم احنا دايرينا ما ما يكون عندها فقط الدور بتاع الاوراق وفتح الخطابات الاهتمامة هم ام اريت هي لو تدخل في شراكات حقيقية مع المصدرين يعم البنوك الآن بتكون واقفة بعيد بس يجيبوا لها الورق تشيل من هنا تودي هنا وتاخد الهامش بتاعها وده في الحقيقة ما بيكون مفيد يلاحب دينات تلعب دور رئيسي في عمليات الصادر عندنا برضو نعم نعم عندنا وكالة اسمها وكالة تأمين وتمويل الصادرات وده وكالة مهمة جدا يعني هي ممكن تلعب دور الوسيطة البيأم لبنك السودان ده إن القروش تجي راجعة لأنها هي بتدعاون مع وكالات في الدول الأخرى فهذه الوكالة الآن يعني دور ضعيف لأنه رأس المال المخصص لها ضعيف فإن احنا برضو بندعو وزارة المالية لأنه تزيد يعني رأس المال الوكالة تخليع تودع يا دكتور عادل نعم في آخر مغالة قدت مطلوب من السيد وزير المالية والسيد محافظة البنك المركزي قرارات حاسمة وشجاعة لدعم الصادر كذلك بس ممكن تدينها المطلوب منهم الآن شنو يعملوا الرجلين ديال بالنسبة لمحافظة بنك السودان يعني مطلوب منه يلقي المزألة بتاعت الاحتمال البنك هذا الضبط وزير المالية عشان يخلي عمل التصادر دي تصير بها صورة كويسة بعد دا حكاية إنه الأموال بتاعت ترجع كيف يشوف لها طريقة تانية يعالجها بطريقة أخرى نعم وزير المالية دا يعني مباشرة وكالة تأمين وتمويل الصادرات دي ديها عناية خاصة يزيد راس المال بتاعي يزيد عدد الموظفين اللي فيها يخليها تشتغل شغل كبير لأنها عندها اتفاقيات وهي ضمن منظومة تأمين وتمويل الصادرات العربية ومتعاونة مع عدد كبير من الدول يعني تمكينها بأصورة كويسة ممكن تشكل ضمانة كبيرة بمسألة الصادرات طيب أي كلام لحكام الولايات والولاو كده لازم النظرة النظرة القومية إنه الصادر دا لمصلحة البلد كلها حقوي ما يفكروا التفكير الصغير في الرسوم البسيطة نعم يعني خلاصة كلامك على الأقل دي إجراءات ممكن تتخذ الآن بجرة قلم والأثر بيتعب بصهرة طوالة صحيح يعني كل الحاجات دي يعني إجراءات مباشرة وسريعة وحتعمل أثر كبير جدا في السوق وفي السوق الصادر وبتعود لنا إن شاء الله بخير وفيره بعملات أجنبية اللي احنا محتاجين يعني المدى المتوسط بعد ذلك نحن نظم الصادر بتاعنا كيف كيف ننتج من أجل الصادر عشان أسواقنا تكون باستغرة وعلى المدى الأبعد كمان كيف أنه نعمل أديت فاليو نصنع الصادر ما نصدر بشكل خام وهكذا لكن الآن في غرارات في غرارات الآن لو تخذت اليوم أنه الانتاج الكبير ده زي ما تكرت الذي قد لا يتكرر بننقذه بالضبط شكرا وأي كلام عن الطادر وأن الدولة حتسهلوا كده ما تصدق بروفيسور البوني ده بنعكس طوالي في القدار وفي اللبيت في أسواق المحاصيل بتلقى الصورة تختلف في اليوم التاني مباشرة يا ريت يا ريت يا ريت البرلمان مجلس الوزر الرافزة الجمهورية يعملون حاجة كده الآن من أجل الصادر يعني حاجة إسعافية كده من أجل الصادر على الأقل نحن ننقذ هذا الموسم أن الوفرة بتاعته تنفعنا بدل ما تقرقنا يعني دكتور عالي شكرين ومغدرين لهذه المداخرة الغيمة ونتمنى أنه تسمع في كم حتة تانية شكرا جزيلا دكتور عادل وليس عندنا مداخلات زيادة فيما يتعلق في ناحية اقتصادية قبل أيام يقونا أفتكر الآن الصدر تم تعديل لمشروع قانون مشروع جزيرة 2005 والبرلمان جازي في الغراءة الثالثة بعد ذلك يرفع لسة الجمهورية اللي تعقى عليه وبعد ذلك يبقى نافذ قانون 2005 في تقديري الخاصة من ناحية نصوص أصلا ما كان فيه مشكلة لكن المشكلة كانت في التطبيق والممارسات لصحبة التطبيق ودي أدلت نتائج كارثية خلت الناس كلها تضيج من هذا الغانون وفي أشياء برضو في طلب الغانون يعني ظهرت أنها ما كانت إيجابية من ضمن المثلة بتاحت الري وروابط المياه وكذا فشايف التعديلات بتاحت الغانون الأجيزة دي في الفغر المتعلقة بالري يعني أنه الري بعد ذا هرجع لوزارة الري مش لإدارة مشروع الجزيرة إدارة الري هتكون مسؤولة من الموية من الخزان لحد أبو عشرين بعد ذا يجي الدور بتاع المزارع والإدارة وغيره وغيره أنا أفتكر دي خطوة موفقة جدا جدا ولأنه مشكلة الجزيرة الآن مشكلة بتاعت الري إذا حلت مشكلة الري اتحلت سبعين في المية من مشاكل مشروع الجزيرة في بعض التعديلات أفتكر أنه فيها نظر اللي قدام ممكن إن شاء الله نشوفها لكن في تقدير الخاص أنه خطوة موفقة جدا جدا التعديل لوضع الري في غانون 2005 بأنه رجعه لوزارة الري كوزارة سيادية لها سيادة على كل مياه السودان وهي المسؤولة عنه ونتمنى أنه مهندسي الري وزارة الري يصلحوا الدمج الشي الحصل له وإنقذوا الشي الحصل للترع وللكنارات في الفترة الفاتت نطلع شوية كده من الموضوع على الاقتصاد وحيكون معانا الآن على الخط الأستاذ دياد دين بلال رئيس تحليل الصحيفة السوداني أستاذ دياد السلام عليكم مرحباك يا بروس أستاذ خالد أسعد الله صباح لك يا أخي طبعا نطلع شوية الصحفين في السهر وبالليل وتكونوا نامين الصباحية كلها نعم صحيحين اللي خصيصا اللي خصيصا لكن قبل 9 ساعة عرف التصل لدي 9 وميكتك لكن الحمد لله أنه اعترنا فيك دياد دين برح صليت الجمعة أين يا أخي صليت الجمعة صليت الجمعة في الجمعة في الجمعة السودان جمعة وإنت الواضح سبحانك ما ملتزم بجامع معين من كتابات صحيح أنا بلقى أتحرك كثير بين المسجد خاصة في الجمعة يعني بتحرك بكون بصلي في المكان اللي بكون متحرك بتاع إن شاء الله دو كله بعين تشهد لك يعني يوم الغيامة المسجد الكثير دي السبت الفات كتبت حاجة حقيقة أنا استرعت انتبائي أنه الخطيب بتاع المسجد صليت فيه لو كان مسجدوين الجمعة قبل الفاتد لا أنا كنت ماشا على المسجد بصلي ماشا أصلي في السجن كنا فكنت بأستغل الراق لقيت الإمام بتحدث حقيقة يعني المستنف تحدث بيتكلم عنه المساجد كلها مكتس في الأحياء الراقية والأحياء الطرفية والفيها كثافة سبكانية ما فيها مساجد ما فيها مساجد بالنسبة السكان حقيقة بعد كده المدري يعني أنا استدعت أشياء كثيرة جدا متعلقة طبعا بنات علاء كلام كثير انت الحتة دي لعم نعم لعم لعم حصة في الفعلة في الفترة أخيرة إن المساجد تتكدف في أماكن محددة وبتخش المسجد تججة يعني حتى في صرافق دمعة ممكن تججة المسجد يعني يعني إلى النص كده طيب يا ضياء طبعا أنت عارف أن المساجد في الأحياء الراغية دي بنشوها بعض المحسنين المسيرين من هذه الأحياء ذاتها نعم يعني 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 وقف ل ناس عندهم مات وحي بصورة زي دي وبيتكون طبعا دايما مساجد فخمة يعني صحيح أنا والله أقول لك حاجة يا بروف المزل دي المزل دي معي لكن أنا أخشى بس أنا كنت أخشى أنه المساجد دي تبنى على أساس تفاخري ويعني هي ماشا في الاتجادة شربنا يتغبل منهم لكن آه يتغبل يتغبل منهم و والذول يعني ما يعمل يعني إذا المسجد خدمة روحية لمصلين أنت مفترض أن يتوفر هذه الخدمة في محل الاحتياج محل الاحتياج مش محل رغبتك إنت أولا محل بك لتنصرت لما تعمل خدمة تحقق المراد بتاعها والمراد هنا ما مراد عملي فقط مباشر الدنيوي هو مراد حتى في الآخرة يعني يعني بتجمع بين فضيلتين فضيلتين تتحقق للناس أن تتوفر لهم مساجد قريبة منهم وفي نفس الوقت بتقول أنت عملت رصيد ومتدخر من الحسنات يوم الغيام يعني الباطل يعني المسألة رد الأسجاد ويعني يعني 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 أنه الوزارة برضو يابرد الوزارة برضو الوزارة الوزارة تكون عندها برضو عندها موقف وعندها لواية تنظيم المدار الاجتماعات تكون موجودة احنا معرفين لكن أنا حاش أنه مهم أن المساجد يعني تؤسس على أساس الكسافة السكانية السكانية وأنه يكون في يعني مسافة فارغة بريبة للمسافة بتاعة الأطرق بليات بتاعة المائل متر يكون يعني تكون في مسافة محددة تعرف الحاجات هي موجودة حتى في المدارس المسح التربوي في مسح تربوي في مسح صحي في مسح دائل برضو يكون في مسح سكاني يعني تكون فيه أسعى لو تلاحظ المحسنين من دول الخليج بيشترتوا دائما المناطق الفقيرة العاجزة عن بناء المساجد وده مفترض يكون دائما يعني أردت لك يا بروس يا رفضي ورد أكلمت بالموضوع يعني أخونا صديقنا وعجلة ماسة في مسح ساعة الثورات بعيدة لبعضة الحارمية نعم وده تقدر بفترة بفترة نجوم عنده مسجد ما لاجم أي جهة أي جهة يعني تدعم المسجد ده عشان يستمل عشان يتسجف عشان يتتمل عشان يتتمل ويقدروا يصلوا فيه المنطقة دي والمنطقة دي يعني على الأسل على التقان في يدي تبيت لكن في نفس الوقت ممكن على بعدي على بعدي 6 كيلو متر بتجد أربع متاجد مجاورة بعض ولا جريبة من بعض فأنا حاسي أن المزال دي هي جائرة قلت وراء الشيس هي بروف المزال التحت يعني أنا أئمة أيوة في نجومية عند الأئمة بيجا عايز الحاجة ما مات تصابه معلوم حاجة تصابه يديوني شخص ويزي ويزي فكت تسجيلات طلو رمضان الإمام الفلان يشاهلون نسل مزجد الفلان لا لا نسل مزجد الفلان أدو أبتر عشان كده مشى أنا أتسجل من المزال دي يعني شوي يخيد أمام يعني تحق على هاته شكيا آه حد الأئمة يعني هو طبعا من حقه لأنه نعم 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 أي أوضاعهم أي لكن برضو مزال ما تأخذ كطابع العامل السلوغ وعامل هو المتحس والأساس نعم هو الغريبة الغريبة يا ضيا في بعض الدول الإسلامية أنه جومية بتكون في خطبط الجمعة ونحو مرض بينا فترة زي دي لكن الآن بيقدر في صلاة التراويح آه يبتحو هاي في صلاة التراويح وكده فالدين جومية سهلة لكن أنا كون أقش كمان الطباغية دي سستمر كمان حتى بعشوية ممكن تيقى الصفة الأول الصفة الثانية وكل هي ناس معينين ما لكل الناس والله صحيح طبعا حتمش 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 الطرية دي ونحن من صحيح وانا ذاته وردت وردت واقع وانا يعني من تقصد انه كان شياس في جميع كبير وغياز سياسي انه استجع اللبن الذي يجي الصباح ما يصل معهم ما يصل معهم في الصفوق انه لا يقوم معلولين في الصفوق أنا احترق صباح هذا 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 أبلغ عكمة من التشريع يتعصل لما تعمل طباغية أول حاجة في المساجد وفي الأحياء وداخل المسجد ذاته كمان يكون في طباغية نحن دخلنا الدنيا دخول بطاية جدا جدا في الدين بالصورة مثل هذه فنحنا نتمنى ان شاء الله وزير الأوغاف سنسعى نلتغي به ونسعى نقول له يا خد ما عندكم سياسة معايا نتجاه هذه الأشياء لكن قبل ما نستضيف وزير الأوغاف نتمنى الناس المسيرين وربما نفتع عليهم ويزيدهم ويتغبل منهم ما عمله ان المساجد الفخمة الواحد يحاولي يكمل ويشوف محل الحاجة لها صحيح لحكمة البالغة من تشريع الصلاة والحاجة تتوفر يعني الناس بعدها لا تجمعون المساجد ما هتلاقي حتا تاني لا فاسق بتجمعون ولا فيه بتاع ولا فيه ملاق بتجمع الناس وحلقات الورقام بتجمع الناس ويتفق نعم في مزيد البدوية يعني الدجاء العامي والطالب الطالب الطالب اللي يقف المتوسط طول لكده يتعلم ايوان مع مشايق ومع الهندي لا ونحن معناك بحي المزاد يعني العمال والزفير والناس وابن السبيل ذات ذول الكاتر نعم 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 بتكون حق غاية من التشريع نعم ومعنا اقول لك حاجة حتى بسجديد يا فروس اي الخطاب الاجتماعي ضعيف جدا حتى في كل الحركات الإسلامية الموجودة الآن نعم وعظهم هذه الحركات الإسلامية أو الإسلامية حتى باجتماعي ضعيف رغم أنه في البداية حتى الحركات الإسلامية الأسرادانية لأي في البداية قبل ما تصل للحكم في كان نشاط اجتماعي واسس نعم لكن حاجات كل حصل فيها حصل فيها تغلج حصل فيها تغلج بالاستمام بالأمور السياسية بالأمور السياسية نعم نعم تراجع بحد تبير الأنشط للطبيعة الاجتماعية نعم سعادة المولان الشيخ ضياد دين بلال كويس معك شكرين ومغادرين لك هذه المداخرة الكريمة وشكرا جزيلا ونسمع حاجة